هل دعاء عنده منزلة كبيرة عند ربي سبحانه وتعالى مع أنت يقدر يغير الأحداث؟ بلا شك الدعاء وذلك البساط الذي يحمل آمالنا وأمانينا إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء سبيل لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات وكم من المنازل العالية نزلها العبد بتوفيق الله له لما دع الله جل وعلا فالقول بعضهم نحن لا نملك إلا الدعاء هذا خطأ هذا فيه استصغار وتحقيل لشأن الدعاء الدعاء عند الله جل وعلا شأنه عظيم الدعاء عند الله جل وعلا شأنه عظيم دعوة نوح عليه السلام أغرقت من في الأرض جميعا دعوة من نوح عليه السلام أغرقت الأرض ومن عليها فلذلك ينبغي أن لا نستصغر الدعاء كل ما أؤمله أنا أو تؤمله أنت كل ما أرجوه أنا أو ترجوه أنت أو يرجو أي وحد مننا وعند الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وعند الله خزائنه تفريج الكرب قضاء الحاجات النعم الآلاء هذه بيد الله جل وعلا كيف السبيل إليها الدعاء من أعظم السبل إليها دعاء الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله جل وعلا دعوني أستجب لكم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى دعوني أستجب لكم أنت بمجرد ما تدعو قد تعبت الله عز وجل بالدعاء أعطاك الله أو لم يعطيك وأنت بلا شك سوف تعطى لا سوف تعطى إياك أن تعتقد أنك إذا دعوت فلم ترى الإجابة أن الله لم يعطيك أبدا الله جل وعليه يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا فارغتين أو خائبتين أبدا إما أن يعجل الله عز وجل لك دعوتك فيعطيك سؤلك وإما أن يدفع الله عز وجل بذلك الدعاء شرًا كان قد يصيبك كان مقدر لك أن يصيبك وإما أن يدخل تلك الدعوة تجدها عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة في الموازين النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد صفى الصفوف في غزوة بدر كان في العرش يدعو كان يدعو وكان يقول وينجي الله سبحانه وتعالى إن تهلك هذه العصابة لا تعبدوا في الأرض حتى أشفق عليه أبو بكر سقط الرداء من على كتيف عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر وارد عليه الرداء وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصغر من شأن الدعاء لكن نحن مع الأسف الشديد يصاب الإنسان في بدنه على سبيل المثال يرحن للأطباء ويسأل عن أفضلهم يسأل عن الأدوية تقول لك أين دواء هذا جيني ريك وهذا أصلي يقول لك أين دواء جيني ريك ولو غالي ويوصل الناس يجيبون لدواء من خارج لما تقول لك دعيت الله جل وعلا يقول لك إن شاء الله وهذا من السلسل لأنه لم نفقه في الحقيقة حقيقة الدعاء وأطر الدعاء وأن هذه من العبادات العظيمة شو من فوتها عليه في الدعاء فقد أدرك الخير كله إذا رأيت الإنسان وفق للدعاء إذا رأيت أن الله جل وعلا فتعاليك تدعو بي شيء فاعلم أن الله سوف يعطيك لأن أصلا التوفيق للدعاء هذه من الله سبحانه وتعالى لذلك من الخطأ لكن نقول بأن الدعاء من وجوه النصرة وإلى نصرة إخواننا في فلسطين لها طرائق كثيرة الدعم المادي الدعم المعنوي نشر القضية الدعاء بظهر الغيب كل هذه من وجوه النصرة لهؤلاء